بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله طلاب الطالبات الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم من جديد في مجموعة من الأسئلة التحصيلية التي تكررت معنا في الاختبار التحصيل اليوم السبت الفائد بتاريخ 11-6-2022 ونبدأ بالسؤال الأول تعد التغذية في الإسفنج تغذية ترشيحية أو رمية أو ذاتية أو تطفلية طبعا الإجابة الصحيحة هي ترشيحية وترشيحية تم عارفين أن الإسفنج بهذا الشكل يوجد لديه ثقوب هذه الثقوب يدخل من خلالها الماء عن طريق العملية الشهيقية ويدخل الماء محملا بالمواد الغذائية المذابة فتلتصق هذه المواد الغذائية في الخلايا في داخل الإسفنج وتقوم هذه الخلايا كل خلية فيها بعملية هضم هذا الغذاء إذن الإجابة الصحيحة هي ترشيحية ليست رمية رمية هي مخلوقات تتغذى على المخلوقات الميتة والذاتية مثل النباتات تقوم بعملية البناء الضوي بالتالي تغذيتها ذاتية والتطفلية هي المخلوقات الحية التي تحتاج إلى عائل فتتطفل داخليا أو خارجيا السؤال الثاني ما هو الحيوان الذي يأكل الحوم والأعشاب؟ المخلوق الذي يأكل اللحوم والأعشاب ليس العاشب لأن المخلوقات العاشبة تأكل اللحوم فقط نتذكر انه اقل المخلوقات تعقيدا هو المخلوق هو المخلوق الحي ويأتي بعد الجماعة الجماعة الحيوية. بعد ذلك المجتمع الحيوي. بعد ذلك النظام البي. بعدين المنطقة الحيوية. واخر شيء اللي هو الاكثر تعقيدا الغلاف الحيوي. اذا المخلوق الحي هو الاقل تعقيدا. هل موجود الحي هنا ما هو موجود? هل الجماعة الحيوية موجودة? نعم الجماعة الحيوية هي الاجابة الصحيحة. السؤال الرابع. طلاعيات دقيقة تستخدم كمبيد حشري. كمبيد حشري. طبعا هل هي الاميبة او الميكرو سبوريديوم او البراميسيوم او اليوجلينة? الاجابة الصحيحة هي الميكرو سبوريديوم. الميكرو سبوريديوم هو نوع من انواع الطلاعيات الشبيهة بالفطريات البوغية. وطبعا هو مبيد يستخدمه المزارعون مبيد حشري طبيعي ضد الحشرات التي تسبب ضرر للمحاصيل الزراعية. وبالتالي يقوم المزارعون باستخدامه ضد الحشرات لانها تسبب للحشرات كثيرة من الامرات. وبالتالي الجاعة الصحيحة هي الميكرو سبوريديوم. السؤال الخامس. اي يوم مما يلي يعد من العوامل اللاحيوية. لاحظ انه يقول لي عوامل لاحيوية. التي تؤثر على المناطق العاشبة. نمو الفطريات مع الطحالب. عندنا الفطريات مخلوق حي. والطحالب ايضا مخلوقات الحية. اذا هو يبقى عوامل لاحيوية. ومن ذكر عوامل حيوية. وبالتالي جاء مستبعدة. زيادة اكلات الاعشاب. وبالتالي هنا اكلات الاعشاب عوامل حيوية. وبالتالي مستبعدة. قلة اعداد اكلات اللحوم ايضا يوجد لدينا عوامل حيوية. وبالتالي مستبعدة. كمية الامطار هي العوامل اللاحيوية. كمية الامطار تساهم في اه وتؤثر على المناطق العاشبة. قلتها وازيادتها تؤثر على المناطق العاشبة. وهي الاجابة الصحيحة. السؤال السادس. الطفيل المسبب لمرض النوم الافريقي. اه المرض النوم الافريقي يسببه تريبا نوسومة. تريبا نوسومة طبعا هو عبارة عن طفيل. وطفيل من الصوتيات يعني يسبب امراض للانسان. الذبابة تسي تسي ناقل. هي ناقل لاتريبا نوسومة. البلازموديوم مسبب الملاريا. يسبب الملاريا والناقل له الانوفيلس. السؤال السابع. تعد اشكال الخنفساء الدعسوقة. يعني لها اشكال تجدها بالوام مختلفة. بما انه عطاني صفة او صفات مختلفة او اشكال مختلفة للخنفساء الدعسوقة. اذا هذا هو تنوع تنوع وراثي. السؤال الثامن. الطراز الجيني لمتلازمة الكلام فلتر. طبعا بالنسبة للمتلازمة. المتلازمة الاولى. هي موجودة. اللي هو الاو بدون اكس. الاو اذا افتقد اذا افتقد الاو الاكس هذا الطراز. يسبب الوفاة. الواي بدون الاكس. عندنا با الاكس بدون الاكس الثانية. وهو مرض ترينر. مرض ترينر. ومرض ترينر يعني يصيب الاناث. يصيب الاناث. ومن اعراضه طبعا قصر القامة العقم وارتفاع طق الدم وكثير من الاعراض التي يصاحبها هذا المرض. وهو الاكس بدون الاكس الاخرى. طبعا بالنسبة لمتلازمة كلام فلتر هي الاكس اكس واي. اكس اكس واي هي التي تسبب مرض كلام فلتر. وطبعا هي من اعراضها العقم قصر القامة وكثير من المشاكل. اه بالنسبة لل اكس واي واي طبعا هو اه اه متلازمة تصيب الذكور. تصيب الذكور. طبعا هي اه يكون فيها عندنا اه واي زائدة. وما عند ما فيها اعراض يعني او يعني هو طبيعي. الشخص الذي يصيب يصاب بهذه متلازمة. شخص اه طبيعي او اقرب للطبيعي. السؤال التاسع. اظهر التحليل الكيميائي ليعين من الحمض النووي الار ان اي بان ثلاثين في المية عبارة عن ادنين. فكم نسبة اليوراسيل في هذه العملية. بداية لازم نعرف ان القواعد النيتروجينية. القواعد النيتروجينية في الار ان اي. طبعا القواعد النيتروجينية في الار ان اي هي انه ال 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 ادنين يرتبط بال ا 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 يرتبط بالسيتوسين وتكون بنفس النسبة أو قريبة منها طبعا نروح للسؤال هو قال أعطاني في المعطيات أن الأدنين 30% 30% فكم نسبة اليوراسيل نسبة اليوراسيل نفس نسبة الأدنين تقريبا طبعا هو قال لي 30% ما عندنا 30% لكن عندنا أقرب ما هي الرقم الأقرب لـ 30% 33% هي الإجابة هي الإجابة الصحيحة السؤال العاشر أي مراحل الإنقسام المتساوي تظهر في الشكل نشاهد في هذا الشكل أن الكروموسومات منتظمة على خط استواء الخلية منتظمة على خط استواء الخلية الكروموسومات منتظمة على خط استواء الخلية وبالتالي ليس طور انفصالة طور انفصالة تكون منفصلة وليس لها علاقة بالطور البيني ولا الطور التمهيدة هي الطور الاستوائي السؤال الحدي عشر علاقة بين الثعلب والضبع الثعلب تغذى اللحوم ملاحم والضبع نفس الطريقة اللحوم إذن علاقة علاقة تنافس التقايض هي علاقة مخلوقين أو تبادل منفعة بين مخلوقين بنفس المستوى التعايش هو مخلوق يستفيد من آخر والآخر لا يستفيد منه ولا يتضرر بالتالي هذه الإجابتين خاطئة التطفل مخلوق ذكرناه قبل قليل وهو مخلوق حي يتطفل أو يبحث عن عائل يتطفل في داخله أو على خارجه أو يتطفل على مسكنه على مكانه هذا هو التطفل السؤال الثاني عشر ما هو نوع التناظر في قنديل البحر قنديل البحر دائري ويمكن أن نقوم بعملية نقوم بعملية قسم نقسم قنديل البحر من جميع الأماكن بنفس المستوى بشرط النمر بالسنتر وبالتالي لو قصيناه من هذا المكان رح أعطينا نفس المستوى ولو قصيناه من نفس هذا المكان رح أعطينا نفس المستوى أنصاف ومن هذا المكان أنصاف من هذا المكان أنصاف فهو رح يعطينا نفس المستوى بشرط نمر بالسنتر وبالتالي في نهاية هذا الشكل هو الشكل الشعاعي أو التناظر الشعاعي بينما بالنسبة للجانبي اللي هو التناظر الجانبي والتناظر الرأسي هو نفس الشيء وطبعا هي عبارة تناظر بالنسبة للتناظر الشعاعي أو التناظر الجانبي هو عبارة عن أن المخلوق الحي يكون جنبه اليمين نفس جنبه ومرآته الجنب اليسار مثلا لو قلنا أن هذا الطائر بهذا الشكل بهذا الشكل رح نقصه نكون لاحظ أنه الجنب اليمين نفس الجنب اليسار رح نقصه من النصف هذا يكون تناظره يكون تناظره جانبي الرأسي نفس الطريقة القطري هو تناظر عرضي ما علاقة في كلامنا كليا ولكن الإجابة الصحيحة تناظر في قندي البحر هو شعاعي تشابه الخفاش مع منقار البط في الشكل لا لا يشبهها في الشكل الخفاش لا يشبه منقار البط في الشكل في المشيمة الخفاش مشيمي بينما منقار البط يبيط إذن لا يوجد تشابه لا يوجد تشابه في الطول ما في تشابه في الطول بينهم جميعهم يرضعون الصغار بواسطة الحليب وهي الإجابة الصحيحة السؤال الرابع عشر يأتي القرد بالحجر لكسر الثمار وفتحه أي نوع من السلوكيات التالية يكون هذا العمل طبعا لاحظ أنه فيه الذكاء أن القرد يقوم بكسر الثمار حتى يتغذى فهو فيه إدراك إنه إذا قام بعملية كسر الغذاء كسر الثمار رح يأكل ما فيها من الثمار وبالتالي الإجابة الصحيحة هي إدراكي بينما إذا تحدثنا عن التعود التعود المخلوق الحي تتناقص استجابته يعني ضد المثيرات اللي حوله لا بشكل سلبي ولا إيجابي مثل حمام الحرم تمر بهذا الحمام الموجود في الحرم وما يكون فيه رد فعل أبدا وبالتالي هو اعتاد على وجود الآخرين فما فيه استجابة لهذه الإثارة لا إيجابيا ولا سلبيا بينما إذا تكلمنا عن السيادة فنتكلم عن سيطرة أفراد على بقية الجماعة سيطرة الأفراد على بقية الجماعة هي السيادة مثل القرد القرد الزعيم مسيطر عنده سيادة على البقية فإذا جاء يأكل لا يتدخلون البقية في غذاء وأيضا يوجد سيادة للجماعة اللي بعده وبالتالي يكون فيه يكون فيه سيادة أو ترتيب في السيادة في الجماعة السلوك المطبوع طبعا هي فترة ما بعد الولادة فترة ما بعد الولادة مثل القط الذي أو صغير القط بعد ولادته تضع بين مجموعة من الجراء يرضعون من الكلبة أعزكم الله الكلبة الأم فيظن أو ينطبع في داخله أن هذه الكلبة هي أمة هذا هو سلوك المطبوع العلاقة بين النحلة والزهرة ما هو نوع العلاقة بين النحلة والزهرة؟ علاقة تقايض تبادل منفعة تبادل منفعة لأن النحلة تستخدم الرحيق النحلة النحلة تقوم باستخدام الرحيق أو تمتص الرحيق وأيضا تقوم بنقل نقل عفوا نقل البذور وهذه فائدة هذه فائدة للزهرة تنقل بذورها إذن النحلة تستخدم الرحيق وتمتص الرحيق من الزهرة وأيضا تقوم بنقل بذور هذه الزهرة السؤال السادس عشر سؤال السادس عشر طبيب شرح جثة جنين ووجد أنه سوى بعدم اكتمال تكوين الطبقة الداخلية فعرف أنه سوى بعدم اكتمال الجهاز العصبي الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي الجهاز العضلي طبعا نتذكر أنه البداية تكون البويضة طبعا تتكون حتى تصل للجهاز ترولا الجهاز الجهاز ترولا والجهاز ترولا تتكون من ثلاثة طبقات الطبقة الأولى الطبقة الأولى طبعا خلينا نكتب هنا الطبقة طبقة الأولى الداخلية الخارجية خلينا نقول خارجية طبقة الخارجية طبقة الخارجية في الجاسترولا هي عبارة عن عبارة عن الجهاز العصبي عبارة عن الجهاز العصبي الجهاز العصبي موجود في الطبقة الخارجية الجاسترولا طيب الطبقة الداخلية الطبقة الداخلية الطبقة الداخلية الجهاز الهضمي وهي المطلوبة في السؤال هي الإجابة الصحيحة بينما الطبقة الوسطى نتحدث عن الجهاز العظلي والتنفسي في الطبقة الوسطى في الجاسترولا السؤال السابع عشر إذا كان عدد الكروموسومات للأمشاج في الدجاجة 39 كروموسوم فإن عدد الكروموسومات في الخلية الكبيدية تساوي كم؟ طبعا نحن نتكلم عن الأمشاج نحن نعرف أن الأمشاج هي نصف العد الكروموسومي الكامل يعني مثلا نقول أن الحيوان المنوي الحيوان المنوي يحمل نصف الأمشاج دائما عند الذكر بينما البيضة البيضة تحمل طبعا ونن زايد ونن كولنا خلية جسدية كاملة تحمل طبعا يعني مثلا الحيوان المنوي الموجود عند الإنسان ثلاثة وعشرين كروموسوم يرسل والبيضة ترسل ثلاثة وعشرين راح يكون لنا الشخص أو خلية جسدية بي ستة واربعين كروموسوم تمام؟ نفس الطريقة عندنا الدجاجة نصف الأمشاج وعطانا الأمشاج تسعة وثلاثين تسعة وثلاثين زايد تسعة وثلاثين راح تساوي تسعة وثلاثين زايد تسعة وثلاثين هنا حيوان المنوي زايد ونن ورح يساوي ثمانية وسبعين كروموسوم وهي الإجابة الصحيحة يصاب الإنسان بمرض البلهارسية نتيجة إلى أكل الخضروات الملوثة طبعا أكل الخضروات الملوثة قد تصيب الشخص بدودة الإسكارس وهي من الديدان الأسطوانية طبعا بينما السباحة في المياه الملوثة السباحة في المياه الملوثة هي التي قد تصيب بمرض البلهارسية وهي من الديدان المثقبة أكل اللحوم دون طهيها دودة شريطية شريطية الدودة قد يصاب الشخص به الدودة الشريطية بينما عدم غسل اليدين هي تصيب الشخص بالديدان الدبوسية وهذه تصيب الأطفال أكثر وصلنا بذلك إلى نهاية أكثر الأسئلة تكرارا في الاختبار الفائت بتاريخ 11 ستة الفين و 22 ليوم السبت الفائت نتمنى لكم دوام التوفيق والدرجات العالية بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته